طيب قبل ما نخش في التعديلات والمنظومة الجمركية كانت شغالة ازاي فيما سبق؟ قبل موضوع التكنولوجيا الجديدة والمراكز اللوجستية والتعديلات كانت ماشية ازاي الدنيا؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم المنظومة الإلكترونية الجمركية الحديثة هي لغة موضوع المستندات يعني كاد يصل الى حوالي 70% لسه موصلناش لمية في المية اللي هو نسميه التحول الرقم بقى أو الاقتصاد الرقمي الكامل لان ده هيتم ان شاء الله في 2030 تقوى لرؤية مصر 2030 او استراتيجية مصر الرقمية اللي هي بتطابق رؤية مصر 2030 نرجع نقول الوضع بقى كان قبل كده ايه؟ كان عامل ازاي؟ كان عامل ازاي كان عامل اننا دلوقتي المستورد او المصدر ايان كان المصري بيطلب الحوية بتاعته او الشوحنة بتاعته من بره لازم تخلص في قلب المينة اللي فيها الحوى فبيروح ياخد الاجراءات عن طريق المخلص الجمهوريك بتاعه يقدم المستندات اللي هي منول مكانش فيه بالورق اه بالورق فايل كامل وبيقدمه مكانش فيه حاجة اسمها منصة الكترونية بيقدم عنه تمام فبالتالي بنتقل الى مكان المينة اللي فيها الحوى ايه كان بقى المينة التي اه لازم اه لازم يسافق ينتقل مثلا سيمان قهارة يروح او الاسكندرية او العين السغنة او بور توفيه او بور سعيد ايه او يبعث من ينوب عنه او يبعث من ينوب عنه اللي هو بتسميه مخلص الجمهوريك او مستخلص الجمهوريك تمام فهنا كان بياخد وقت طويل جدا في الاجراءات مش عشان الانتقال بس لأ ده علشان الموضوع بتاع التفتيش عن الحوية او التسمين حاجة اسمها بيتمينه الحوية او الاجراءات داخل النافذة الجمهوريكية او داخل المينة الجمهوريكية كانت بتاخد وقت طويل جدا من حيث الاجراءات الورقية والمستندية على ما تلف من الموظف الى مديره الى مديره الى مديره الحجز ما كانش في حاجة اسمها حجز ان انا احجز مثلا معاد لفحص شحنة او احجز معاد الوصول حوية وكانش فيه كلام ده غالب ماشي ازاي كانت لازم اروح انتقل كل ده انها عن طريق ورقيات لازم انتقل الى المينة لكن دلوقتي اصبح فيه منصة اسمها اه طبعا نافذة اسمها نافذة بحجز من عليها اللي هو الشحنات المسبقة ازاي بقى ايه دي ايه بقى الشحنات المسبقة اه الشحنات المسبقة ان انا قبل ما الشحنة بتيجي خالص انا بقدم كل حاجة عن طريق الاكونت بتاعي يعني حساب بيتعامل للشركة المستوردة او المصدرة بيقدم كل ورق الشحنة عن طريق هذه النافذة الكترونية وبالتالي بيتطلب منه هتسدد ايه هتدفع رسوم فين وبتخلص كل الاجراءات ونقعت في المكتب ونقعت في المكتب طبعا جميل طبعا يغفر هناك كتير زائد ان انا هنا مش لازم اخلص اجراءات وادفع في المركز اللوجستي او في الميناء اللي هي فيها الحوية او اللي وصلت فيها لها الحوية كنا الاول اللي زي ما قلت الحضارك لازم لازم اروح طبع اروح الميناء وادفع الارضيات وادفع الجمارك وادفع ضريبة الخيمة المضافة لازم اروح هناك دلوقت بادفع فين ممكن ادفع ضريبة الخيمة المضافة في البنك طبعا حلو طب سهل عليك كتير طبعا الوقت ممكن ادفع جمارك وانا قاعد في مكتبي اونلاين اه طب اونلاين طبعا كل ده بيتمع من خلال المنصة دي لا المنصة دي بقدم في ليها الورق بس اوك لكن من خلال بقى منصات اخرى اه تخص الجمارك اللي هو عن طريق الشركات الوسيطة اللي هي بيتم عن طريقة تحصيل المدفعات الحكومية حلو اه دول زي اللي بدفع فيها الرخصة والمخالفات والكهربا بزاك ماهنا دلوقت حضرتك فيه ثلاث محطات رئيسية المحطة الاهم وهي الدولة دي اهم حاجة رقم اتنين المستفيد المستفيد اللي هو انا مصدر ومستولد رقم ثلاثة الوسيط مبيني ومبيني الدولة الوسيط في ايه فتحصيل المستلدات وتحصيل الاموال او المدفعات الحكومية لصالح الدولة ده اللي بيتم حديثا او في عصر رئيس عبدالفتاح السيسي تحت قيادته اللي هي احنا تقدمنا في موضوع الاقتصاد الرقمي وده كان يعني ينتج اكثر عجل التقدم في هذا الامر عن طريق وجود كوفيد مينتين وهذه الأثار اللي جابية نربطها بكل شيء في مدفعات حكومية وكل الوزارات بالكامل واهمها طبعا وزارة المالية هي اللي تقدمت في موضوع التحول الراقمي بالاقتصاد الرقم لا